أعلن صاحب اسمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية لعام 2023 وسبق حفل أعلان النتائج السنوية لأعمال المؤسسة اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية في دبي أوبرا ترأسه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعهد دبي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وشهد الحفل استعراض إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي والعوام السابقة بالإضافة إلى تقارير عن نتائج حملة وقف الأم وتكريم كبار المساهمين فيها وأكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية نجحت خلال عام 2023 في الوصول إلى 111 مليون شخص في 105 دول وأسهمت في كتابة قصص ملهمة وغرس بذار أمل مستدامة تمنح الناس سببا لبناء حياة أفضل والارتقاء بأنفسهم ومجتمعاتهم وقال سموه كل يوم نصل فيه إلى إنسان محتاج في أي مكان في العالم ونوفر له الوسائل والأدوات لانتشاله من الفقر أو المرض أو الجهل يشكل أعظم مكسب لنا وللإنسانية وأضاف مبادراتنا متنوعة من الإغاثة إلى التعليم والصحة وتمكين المجتمعات ودعم الشباب وصنع الأمل وهدفنا الإسهام في استئناف حضارة المنطقة ومساعدة الشعوب الأقل حظا وختم سموه قائلا رحلة العطاء مستمرة ومشاريعنا الإنسانية هي رسالة من الإمارات للعالم تحمل قيم شعب الإمارات ومبادئ